اشتركوا في القناة فلكيا موسم الربيع وايضا عيد الام كان يصادف مبارح فمن عيدكم كلكم نقولكم كل عام وانتم بخير لجميع الامهات اللي بيشاهدونا ولي بيتابعونا والاصدقاء والصديقات وامهاتنا وامهات الجميع من نقولكم عياد مباركة يا رب يخليكم فوق روسنا وروس عائلاتكم روس اولادكم تفرحوا بالجميع وتكونوا فخرين بما انتجت يداكم طبعا الرجال صارت تتعاتبنا انه احنا كمان لولا الرجل ما كان هناك ام فبالفعل هن تنين الاب والام هن بيكملوا البيت وبيكملوا هالعائلة المقدسة منسميها طبعا الرجل له احترام ولكن الام دائما بتاخد النصيب الاكبر من المجاملة والمحبة والتكريم والتكريم فطبعا هاي وسيط ربنا نقوله حكا لنا في وسيطه التانية اكرم اباك وامك فاكرم اباك وامك فنحنا على كلين منتوجه لكل الامهات بالمعايدة ومنقولكم لجميع الامهات ربنا يطول بعمركم ونخليكم لولادكم ونخليكم بصحتكم طبعا نحنا ما مننسى نترحم على جميع الامهات الاشخاص اللي فقدوا امهاتهم الله يرحمهم في لكم امهات في السماء في ناس عندهم امهات في الارض وبعدين في عنا ناس عندهم امهات في السماء فكل عام انتوا بخير جميعا ابونا كيف قضيت العيد الام احتفلت بالخورية كل سنة هم مسالمين جميعا صباحكم نور اعزاء المشاهدين جميعا صباحك نور كل عام تبخير وانت بخير خليلك ولادك شكرا يا ابونا طبعا احنا منحيو منصبع على كل الاشخاص الموجودين معنا على البث المباشر وايضا على صفحتنا وعلى تلفزيون نورسات وتليلوميير ومنعيد كمان كل الامهات المديرات البرامج الموجودين على أيضا على نورسات ميري تاريزي كريدي ونزفين الغول وميري حنين وسناء رياشي وجميع الامهات اللي مسكين ادارة البرامج وادارة فضائيات النورسات النورسات نور الشباب ونور مريم ونور الشرق ونور كدز ونور القداس وأيضا كل العاملات في نورسات من انتاج وتحرير وإدارة ومنحيهم كلهم فردا فردا ومنقولكم كل عام انتم بخير ويعطيكم ألف حافية للرسالة اللي عم بتقوموا فيها في النورسات بالعربية وبالانجليزية وبالعربية وبالانجليزية نعم طبعا احنا نشاطاتنا مستمرة ومختلفة احنا اليوم في الأردن يوم عطلة رسمية بمناسبة انتخابات البلدية فنتمنى على كل الأشخاص اللي رشحوا أنفسهم اللي كفؤين اللي بالمكان المناسب انهم طبعا يفوزوا طبعا احنا منشجع كل الأشخاص اللي بيقدروا على الانتخاب والإدلاء بأصواتهم يتوجهوا لصناتق الاقتراع ويحكموا ضميرهم بالشخص المناسب في هذا المكان المناسب طبعا في مجالس البلدية وأيضا في هناك العضويات فعنا هنا في الأردن هلأ انتخابات بلدية واليوم ثلاثة يوم اعلنوا عطلة لأنه بتعرف كل أشخاص بيكون مسجلين في عدة مناطق بعيدة اللي بيكون بالكرك اللي بيكون في معان في الطفيلة في أربد في الزرقة فبتوجهوا إلى بلداتهم ينتخبوا فإن شاء الله نتمنى الفوز للمستحقين وأيضا إن شاء الله الجميع يكونوا في خدمة الوطن حتى اللي ما فازوا إذا هن استعدوا لخدمة الوطن يستمروا في الخدمة وإذا رسالتهم للوطن لأنه الوطن يستحق أيضا كان في عنا نحن في زيارتنا في الأردن كانت السيدة مجدة الرومي عملت حافل فني خيري لدعم الطالب الفقير في مدارس البطرقية اللاتينية طبعا نحن نشكر على جهود الأب ويسام منصور لما قام فيه من جهد لدعم الطالب الفقير المحتاج في مدارس البطرقية أنه يعمل هذا الحفل الفني الخيري ودعم الطالب وسيدة مجد الرومي بكرمها ومحبتها وإنسانيتها الخير اللي احنا متعودين عليها دائما طبعا ما توانت على تلبية الدعوة وأيضا هي تبرعت في ما تستحقه من أجر طبعا أجر أنه تدعم في الطالب الفقير فكان الحفل جدا رائع وناجح فمنشكر البطرقية منشكر الأب وسام منشكر أيضا البطرقيت اللاتين البطرق بير باتيستا بتسبالد كرم السيدة ماجد الرومي بويسام الذهبي للبطرقية فكان هذا التكريم إلى امتناننا وامتنان البطرقية لما قدمته في هذا الحفل وأيضا من الأب المونسينيور اللي ارتسم حديثا كمطران لكنيسة اللاتين في الأردن السيدنا جمال خضر المطران جمال خضر طبعا منوجه له التحية وأيضا أعلنوا أن الرسامة سوف تكون في أيار 12 أيار بالضبط التاريخ نرجع من أكد عليه إن شاء الله تكون المراسم رائعة ورح تكون في الأراضي المقدسة طبعا في القدس وأيضا سوف يكون له طبعا دخول رسمي كمطران على بالأردن فنتوجه له بالتحية ونقول له ألف 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 مبروك سيدنا تستحق هذه طبعا هذه الرسامة والرتبة وربنا يبارك عملك ورسالتك طبعا من وجه أيضا تحية لأب عماد علامات والنائب العام الأمين العام لبطركية اللاتين لما قدموا أيضا للبطركية ولمطرانية اللاتين ولنجاح العمل الخيري الفني لماجد الرومي وعلى تواصله أيضا وترتباته مع النورسات طبعا نشاطاتنا مستمرة خلال الفترة القادمة مثل ما خبرتكم في عنا الانتخابات البلدية لهذا اليوم أيضا كان هناك احتفالات لعيد الأم في المدارس تمت توجيه الدعوة لنورسات أمس من كنيسة الروم سوري من كنيسة اللاتين في مدرسة اللاتين الأشرفية وبشكر أنا السيدة نادية عماري على محبتها وعلى كرمها وعلى ضيافتها لنا في المدرسة يوم أمس في الحفل الذي أقامته المدرسة وطلاب المدرسة والأطفال في تكريم للأم فبشكر السيدة نادية عماري لما قدمته وأيضا لك جميع أفراد الطاقم العامل معها المعلمات والمعلمين من إداريين وأيضا والأب راعي الكنيسة والمدرسة هناك الأب مروان حسان يعطيكم ألف ألف عافية فمبارح كان الاحتفال جدا رائع حبيت اليوم أصبح عليكم وأشكركم ثانية من القلب لهذا الاحتفال الذي تم تكريم في الأمهات فشكرا للجميع طبعا هناك خبر أيضا قداسة البابا فرانسيس وهذا خبر خاص في السيدات أظن عمله لعيد المرأة أنه سمح لجميع الرتب الإدارية في الفاتيكان أنه تترأسها المرأة يعني الرتب مثلا هنا تكون وظائف خارجية رئيسة وزراء لجميع الرتب بلا استثناء مش الرتب الكنسية طبعا لا ميز لأنه هلا بالناس بيسمع ممكن أبونا لأداب لا تعليق لا تعليق لا الرتب الإدارية يعني السمح للمرأة أنها تكون رئيسة وزراء ممكن تصير فيه سيدة رئيسة وزراء في الفاتيكان فهذا الشي كمان سمح في قداسة البابا وأيضا هناك أخبار كنسية من رسمات للشمامسة في القدس أيضا هناك ثلاثة شمامسة تم تعينهم حديثا أسميهم أعتقد جميل أنه نذكر أسميهم عبدالله الياس دبابنا من مادبة منحة رتبة الشدياق للقراءة القراءة وأيضا الشدياق يوسف غسان إبراهيم من الزبابدة وباسل حنة برانسي من الرينة منقولهم مبروك للعائلة الإكليريكية ومبروك للبطركية اللاتينية الأرشالمية فإن شاء الله بتكملوا رسالكم وبتصيروا كهنة بخدمتكم للرعاية ألف ألف مبروك أيضا هناك أخبار أبونا بتحب أنت تضيفها أخلا كفيت ووفيت دكتور شكرا يا أبونا الله يساعدك طبعا حلقتنا اليوم عن المدارس المسيحية وأيضا المناهج الدينية للمدارس الحكومية الموضوع اليوم نحن حبينا أنه نثيره هو وإنتوا بتعرفوا أنه في الأردن في المدارس الحكومية ما في حصة دين مسيحي بتكون في هذه المدارس فارتأت وزارة التربية والتعليم أنها تعمل لجنة لتوحيد منهج موحد للتربية الدينية المسيحية لإعطائها في المدارس الحكومية فشكلت اللجنة وصار لها تقريباً عم تشتغل سنة رئيسها الأب إبراهيم دبور مع بعض الكهنة من مختلف العائلات الكنسية لدراسة برنامج ومنهاج موحد للتربية الدينية المسيحية وخصوصاً بالثانوية العامة يعني رح يصير النهاية أنه يقدموا امتحان ثانوية المسيحية إن شاء الله فرح يكون معنا اتصالات طبعاً من إبراهيم دبور في هذا الخصوص وأيضاً من أحد المعلمات اللي بتعطي تعليم مسيحي مديرة المدرسة الروم الكاتوليك وأيضاً أبونا جورج كونه عنده خبرة التعليم والمدارس أيضاً مدرس تعليم مسيحي في مدارس الروم الكاتوليك تحكي لنا أبونا طبعاً بس نعطي هلها البركة تحكي لنا مقدمة عن هذا الموضوع بسم الآب والإبن والرحو قدس لإله الواحد آمين أيها الملك السماوي المعزير روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات وواهب الحياة هلما وسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفسنا آمين بالحقيقة العنوان جذاب المنهج والمنهجية نعم يعني بالحقيقة المنهج هو المادة والمعلومات اللي بتخص الكتاب المقدس نصوص إنجيلية عليها نقاش عليها حلقات نقاش والأسرار الكنسية السبعة بيأخذوها من الأصفوف الابتدائي من ثم بالأصفوف العليا بصير يأخذوا قضايا أخلاقية قضايا الزواج قضايا العلاقات بيتخصصوا أكثر بيكون النضوج العقلي والعاطفي أصبح عندهم مناسب لهذه المواضيع يعني المنهج حقيقة غني بالضبع أن المنهجية هي طريقة إعطاء المعلومة للطالب يعني اليوم إحنا بأصر التكنولوجيا لا يستطيع مدرف التربية الدينية المسيحية أنه ما يقدم لهم هذه المعلومات عن طريق وسائل التواصل الحديثي يعني حصة بس من الكتاب رح تكون زي ما بيحكوا بالعامية بتكون ناشفة يعني ما بتكون غنية الطلاب بيجذبهم أنه يكون في داتا شور يكون في لاب توب يكون في مسجل يكون في أحيانا الموبايل نستخدمه بالصف لإعطاء المعلومات للطلاب نصوص الإنجيل يتعلم أهمية احنا بالنسبة لنا كيف الولاد منهم وفي المدارس بالابتدائي يتعلموا كيف يتعاملوا مع الكتاب المقدس يعني مثلا عندي بالصف دائما بعملهم هاي المسابقة بكل حصة أنه يفتح الإنجيل مثلا نوقع خمسة مين أشطر واحد فيك وبيطلع يعني في طلاب صاروا بثواني بس بيمسك الإنجيل بإيدي مثل هيك صار حافظين أنه بيبلش بمتى إذا بدي من متى يعني بأول الإنجيل إذا الرؤية يحنى نهاية الإنجيل الرسائل والموجودة فصاروا هيك يعني كلعبة كمسابقة تجذبهم ولكن في الحقيقة بيصير انتعاملهم مع الكتاب المقدس غني بيصيروا يحفظوا بدون ما أطلب منهم البصم إنه هاي الآية بدك تسمعها بكرة هاي الطريقة غير يعني مجدية نفعا بتصير بصم بدون هو يفتح هو يطلع لآية أسأل السؤال إيش أم يحنى المعمدان بيعملوا كمان كل المدارس المصابقات الكتاب المقدس بيعملوها كل سنة وبيفوزوا فيها وبكرموهم بالهدايا وبالجوائز للطلاب المبدعين اللي بيجيبوا على الأسئلة بالكتاب المقدس وخصوصا العهد القديم يعني أغلب الطلبان مش كثير مطلعين على يعني بداية بعطيهم الفهرس يعرفوا إنه في سفر بالكتاب المقدس بيحكي عن الخلق والطوال بعرفوا إنه التكوين لمنه كأنه واحد بيكون بشغلي فالله عندما كان يكون العالم وخلق آدم وحوة ليش بنسمي سفر التكوين أبونا بس بدي أسألك هل أنتوا مثلا هل مدارس الروم الكاتوليك منهاج موحد لكل طلاب التربية الدينية لروم الكاتوليك بس هذا المنهاج مش موحد للمدارس المسيحية يعني مش بالضبط أنتوا مش معتمدين أنتوا مختارين منهاج وعم تستعملوا بس مش شرط مثلا كنائس اللاتين لا اللاتين عندهم منهاج هم معاملوه كمان والأرتودوكس وعندهم منهاج هم معاملوه بالضبط هل بتعتقد أنه ممكن يصير فيه اختلاف طبعا في بعض المفاهيم في العقيدة واللهود بين اللاتين والروم الأرتودوكس والكاتوليك ومدارس الكعائلات الكنسية الأخرى مثل الأقباط والسريان والأرمان حتى الموارنة لكن هل بتعتقد أنه وجود منهاج موحد هل مطلوب للمدارس الحكومية هل هذا قابل للتنفيذ؟ نعم نعم ممكن أعتقد أنه ممكن كلما بتعدنا عن الخصوصية العميقة جدا بكلها أنه كنائسنا غنية في سيفساء يعني كل كنيسة مركزة على ناحية معينة أنا نحكي دائما أنه الكنيسة في أبهاتها وجمالها وهذا الغنى اللي فيها هي أرتودوكسية وفي قوانينها وفي تنظيمها هي كاتوليكية وفي بشارتها ووصولها للكنائس الأسقفية الإنجيلية والكنائس اللوثرية والكنائس اللي قدرت توصل لأنها هي ما أغلب يعني الطوائف والكنائس نسميها العائلات الكنيسية نعم هي فيها غنى مختلف وأحيانا في العقائد الكنيسة الكاثوليكية أبرزت عقائد الكنيسة الأرتودوكسية ما مشيت نفس العقائد فبالتالي إحنا المنهاجي بيكون مواحد ممكن إذا ركزنا على الكتاب المقدس الكنائس الجامعة الرسولية الخصوصا للاتين والكاثوليك والأرتودوكس لا يوجد في الإنجيل ما يفرقها يعني إحنا نؤمن بإنجيل واحد بكتاب واحد والحقائق الجوهرية العظيمة الكبرى الأساسية اللي بتخص يسوع المسيح اللي بتخص العذر يعني بالأساس إحنا يعني متفقين يعني لغاية سنة الألف واربعة وخمسين تصار الإنقسام يعني وباقي كان كل المجامع مشتوكة البطراكيات الخمسة من القسطنطينية وأنطاكيا والقدس والإسكندرية الرشلي من هيد القدس يعني والروما الخمس بطراكيات هاي كانوا لغاية ألف اللي قلينا نقول الألف الأولى كانوا مجتمعين ولا يوجد أي اختلاف حقيقي يعني الخلال إذا قلنا أن منبثق من الآب ولا منبثق من الآب والإبن يعني أعتقد أنه الناس المؤمنين العلمانيين العاديين مش رح كثير يعني الموضوع يؤدي لانقسام عندهم وإنالك اللاهوتيين ما رح يقبل اللاهوتي الأرثولوكسي أنه يغير من اللاهوتي اللي وارثانه من الألفين سنة ولا الكاتوليكي حابي أنه ما يطور بدي يشوف شو اللي فيه مجديد بدي ينزله فالكنيسة التقليدية بتحبها مش ريديكالية يعني ولكن هي حفاظا على إرث الآباء يعني لذلك كلما بتعدنا عن العقائد وما فتنا للطلاب يعني إحنا بنعطي طلاب مدرسة مش رح نعطيهم العقائد اللي إحنا مختلفين عليها بين فيعني نص ديني عليه نقاش عليه أسئلة يعني هل بتتفق عليه كل الكنائس أعتقد يعني وهذا جائز وممكن وهذا ما يعمل عليه الآن يعني إن شاء الله يكون بين إيدينا فترة قوي بإشي وهلأ أبونا إبراهيم رح يخبرنا ويخبرنا إذا الاتصال جاهز مع أبونا إبراهيم نتواصل معه شباب لكن مطلب التوحيد المنهاج لأعطاءه المدارس الحكومية هذا مطلب مش جديد علينا في الأردن نعم صحيح كان صابقا مطلب أيضا كان مطلب فقط يعني أنت بدك تقول عليه أنه منهاج موحد ما تتفق الكنائس عليه علشان هيك يمد طول تنفيذ هذا الموضوع في المدارس الحكومية يعني في أكثر من جانب دكتوريا يعني في جانب الحكومي كمان نعم وفي الجانب التشريعي الموضوع في الوزارة التربية وفي الكنائس نعم يعني زي توحيد العيد عندنا نعم لو ما ادخلت الداخلية يعني كان منظن مش كثير مشادين على الموضوع بس لما تتفق الدولة مع الكنائس أكيد بنجح المشروع نعم أعتقد ذلك بس كان فيه اتفاق سابق يعني صراحة أنا مش انتقادا للحكومة لا سمح الله بس يعني ما كان كثير الموضوع معنيهم يعني أنتوا تفقوا على شيء وهاتوا احنا ما عندنا مشكلة نعم بس حاليا لا هل كان فيه تقصير من الكنائس مش تقصير زي ما حكيت لك أنه كل كنيسة عندها منهاج يعني نعم فمش أنه ما عندهم منهاج عندهم منهاج نعم نعم هلا المشكلة هي طلاب الحكومة اللي احنا بالأساس بيجوا على الكنائس وقاعدين باخدوا تعليم مسيحي بأغلب الكنائس اللي التعليم المسيحي العمل اللي بتكون فيه سناء سماوي مع الفريق تاعها بالتعاون مع البعثة البابوية فعندهم موقع ويوب سايت عندهم نشاطه بيعطي التعليم لطلاب الحكومة اللي ما عندهم تعليم أبونا أنا لمدة عشر سنين كنت أعلم تعليم مسيحي لطلاب بتيجوا من المدارس التانية الحكومية وحتى أيضا الخاصة لتحضيرهم للمناولة والتثبيت فكنت أشوف يعني في المدارس لطلاب المدارس الحكومية ما بعرفوا شيء للأسف كمان أنت بتعرف أنه منه بيداوم نهار الأحد يعني ما بعطلوا حتى صلاة ما بيجوا بيحضروا فكتير مهم أنه إعطاء المادة التربية المسيحية للطلاب المسيحيين في المدارس الحكومية لتنشئتهم دينيا يعني ما فيه ما يضلوا الاعتماد أنه الأهل يجيبوا الولد على مدارس الأحد الولد يروح يصلي خاصة أنه ما فيه صلوات الأحد بيكونوا بالمدرسة يجيبوا يصلوا مثلا السبت أو بيصلوا الأحد مساء وهذا غير ممكن خاصة مع الدراسة والواجبات المدرسية للمعطالة الملاد يعملوها فمن نتأخر على أبونا إبراهيم دبور أمين عام طبعا مجلس رؤساء كنائس الأردن وأيضا هو رئيس اللجنة المحضرة للمنهاج الموحد للمدارس الحكومية للتربية المسيحية صباحك نور أبونا صباحك نور أبونا دبور صباحك نور سامعني أبونا نعم نعم صباحك نور أبونا اليوم موضوع المنهاج والمنهجية في مدارسنا الحكومية ومنهاج التربية المسيحية وأنت رئيس اللجنة اللي بتحضر وبتشرف على هذا المنهاج مع باقي الكهنة المسؤولين عن هذه من الكنائسهم المختلفة فاتخبرنا وأينا وصلنا وصلنا في هذا المنهاج صلكم تريبا سنة صباح نور صباح نور وانت بخير يا أبونا شكرا الله الله انت كمان بخير والأمهات كلهم بخير الله يساعدك يا رب شكرا يا أبونا شكرا حبينا بالنسبة للمناهج المسيحية المضبوطة اشتغلنا على منهاج التوجيه والحادي عشر والمنهاج التوجيه الآن جاهز وعملت بجنة من كافة الكنائس ودرسوه كافة كمان ودينا للمطارنة وراجعوه وعطوا ملاحظاتهم وعودنا جبنا هاي الملاحظات وأضطناها وعودنا قدمنا لهم إياها وقدموا كمان ملاحظات وكلها كانت ضمن الاتفاق الواحد والمبادئ المشتركة بيننا احنا كلاتنا المسيحيين وضعنا في هذه المناهج ما طبعا اول شي استغل لنا احنا المنهاج الفلسطيني وعلى اساسه بننا المنهاج الاردني ووضعنا في قالب اردني ووضعنا في كافة يعني بعض من الاماك الاثارية في الاردن والمغتص ومادبة وخائز وكلياتها وهدفنا انه نعزل التاريخ والموقع المسيحي والهوية المسيحية في الاردن وان شاء الله عن قريب رح نأدمه لوزارة التربية والتعليم واخذ الموافقة ويكون ان شاء الله عن قريب بعد موافقة الوزارة الوزارة ان يدرس هذا المنهاج في المدارس كافة وطلاب يقدموا التربية الدينية المسيحية كمادة اساسية كما يقدموا اخوانا المسلمين كمادة اساسية في منهاج التوجيهي نعم ابونا هل وجهتم صعوبات يعني بين الاتفاق مع باقي الكنيسة ما بدي اقول صعوبات بس بعض التحديات كون انه في هناك لا لم يوجد لم يوجد بعض التحديات بس وجد كان بعض الملاحظات اللي بتعطي خصوصية لكل كنيسة ما واتفقنا عليها جميعا نعم هلال الامر متروكه لوزارة التربية والتعليم كون الحكومة ما اخذ قرار بهذا الشأن في الفترة القريبة سيادة المطران خريستوفوروس رح يرطع هذا اللي تكون هو رئيس مجلس رؤساء الكنيسة الاردن رح يقدم هذا المشروع لوساطة التربية والتعليم وان شاء الله يكون كل شي خير وتمام طبعا هذا المشروع رح يقدم من مجلس كنائس الاردن بإسم مجلس رؤساء الكنيسة الاردن نعم وأيضا أبونا معلش بالسؤال أيضا هل سيتم تكلفة او تكاليف اعطاء المادة التربية المسيحية هل هي من تاب على وزارة التربية والتعليم كله رح يكون تحت اشراف ووزارة التربية والتعليم وكما تفعل وزارة التربية والتعليم لمنهاج التربية الإسلامية انه انتوا جيبوا المدرس وانتوا اتفعوا له وانتوا عملوا كتب بس هلا هذا الشيء كله تغير آلية العمل رح يكون فيها اتفاق يعني بيننا وبين وزارة التربية نعم إذا مدام هناك اتفاق فكل الأمور محلولة نعم لانه كل شي جاهز ما عاد في اشي نسوي نعم يعني احنا في هالمراحل الاخيرة ان شاء الله ان شاء الله طبعا هذا جهود تسجلي في اللمسات الاخيرة شكرا يا ابونا شكرا لعلك يا ابونا شكرا شكرا يعطيك العافية دكتور بس انا بحس في معضلي هلا موجودة هلا فيش بالاردن تخصص جامعي لهوت نعم وبالتالي اللي حاصلين على البكالوريوس هم فقط الكهنة والرهبات يعني علمانيين اعتقد نادرا ممكن يكون في حدا دراس ما اتذكر كان في معلمات يبعثوهم البطراكيت اللاتين على روما يدرسوا اللاهوت لكن في جامعة بيت لحم ابونا المركز ماركريلوس كمان كان بيعطوا دبلوم اللاهوت ها ها هو دبلوم مش بكالوريوس لا وجامعة بيت لحم تعطي كل العلمانيين بكالوريوس عن بعض لا عن بعض مبارش الا في المركز اليسوعي موجود منهاج لات اذا بكالوريوس يعني اشي منيه بس انا باعرف كل المراكز اللاتين والارثولوكس اللي كانت تعطيهم تعطيهم دبلوم يعني زي معهد يعني مجموع المواد لا يتجاوز الاربعين خمسين مادة يعني مش انه مصادق من التربية نعم احنا بهمنا يعني الجامعة تكون معترف فيها من المصادق من التربية لا بونا بالنسبة للجامعة تدرس فيها اللاهوت هوني بالاردن أصدر لا هناك الكنائس البروتستانتية عندهم جامعة بدابو نعم بس لا انا بقصد انه اي شي هادي بدده مدرس تربية مسيحية بالحكومة لازم يكون مصادق من التعليم العالي نعم وبالتالي مش كل الجامعات اللي بتعطي اللاهوت معترف فيها نعم يعني مثلا جامعتنا احنا اللي خلصنا منها القديس بولوس فتحت بقبل خمس ست سنين ماستر فبطلوا هنا التعليم العالي بطل يعترف فيها مهام ما بعد المصادقة يعني انت اصدق انه معلمين التعليم المسيحي في المدارس الحكومية بالضبط لازم يكون معهم بكالوريوس مصدق من جامعة معترف فيها بوزارة التعليم هاي معضله انا بعتقد انه هذا الموضوع برجعوا وحلوا وتجاوزوا لانه ايضا كمان بمعلمين التعليم المسيحي واللي طبعا بيعرف ممكن يصلحني او مطلوب منهم ايضا يكون ماخدين شهادة لسليب التربية يعني مش شرط يعني كل معلم يكون معه اسلوب التربية او كيف التعليم اصدقي يعني شهادة في او دوره في التعليم المدرسي مية مية اكيد مش بس انه تخصصه يعني اكيد بالضبط معنا انتصال هاتفي من الصديق دكتور جلال فخوري صباحك نور دكتور الصلاة الله يساعد صباحك نور اه خليني احكي هالك المتين تعملوا معروف صباحك نور 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 والتعدد لان وزارة التربية والتعليم عندما ترفض هذا الطلب هذا يعني هذا يعني انه آآآ بيخافوا هم ان يكون للدين تأثير معين اهم عمرهم ما رفضوا دكتور للاماني تعني دايما المشكلة من عندنا التنسيق بين الطوائف أو العائلات الكنسية نعم دائما المشكلة من عندنا هم دائما بيحكونا التفقوا وإحنا ما عندنا مانع المشكلة دائما من عندنا إذن في هذه الحالة بتكون سنودس خاص من كل الطوائر هلأ هيك عاملين هلأ إذا انتبهت الاتصال كان مع أبونا الدكتور إبراهيم دبور اللي هم سنة عاملين زي هذا السنودس أو زي هذا اللجنة أبونا جورج تفضل ما لم تتفق الكنائس على أدنى وأبسط مرفاهيم الوحدة الكنائسية احنا لا نقضي الوحدة الكنائسية أن تجمع الكنائس كلهم أو الطوائر في الكنيسة واحدة تفضل أن تكون الروح المسيحية واحدة والمرفاهيم واحدة عند كل الناس هذا بتم بالصلاة يعني بدها صلاة وهي العمل الجاري إن شاء الله حكى أبونا إن شاء الله السنة القادمة يكون خطينا خطوة باتجاه الصحيح إذا تيسر هذا الموضوع معنى موضوع محلول بصلواتكم يا رب وإحنا مرسلين على الله وعليكم كمان آمين يا رب بصراحة دكتور إنه هذا موضوع يعني تم دراسته وبحث يعني البحث عنه سنوات طويلة الحمد لله إنه في ثمار إنه في ثمار خاصة في هذه السنة فمشكري كل الجهود اللي ضلت يعني مواضبة على هذا المطلب إنه يتم تعليم ديان المسيحية في مدارسنا الحكومية فبشكرك دكتور للمداخلة وبشكرك على كمان أسئلتك وأيضا اقتراحاتك في إنه تكون مادة اللهوت أيضا تدرس في جامعة مادة باكونها طبعا هذه بدعم وتابعة لبطرقية اللاتين ومدعومة من الفاتيكان بالضغط طبعا إحنا بنشكر كل الأشخاص اللي بتابعونا على صفحتنا على البث المباشر وعلى التلفزيون ومنصبع على فيروز الراشد من الأراضي المقدسة بنقولك صباحك نور وكل عام أنتوا بخير ساندرا منيزل وأيضا نهيل أخوري صباحك نور فريدا يعقوب أم فادي إيفون حتر صباحك نور يا أم فادي وكل عام أنتوا بخير بمناسبة عيد الأم لكل الأمهات الموجودين معنا كمان على صفحتنا اللي بصبحوا معنا وبصبحوا علينا وبطلبوا طبعا البركة والصلاة للجميع فيروز ألف مبروك للشمام سيروت بتشضياق والإبن خالها باس الحنة برانسي ربنا يثبت دعوتك فألف مبروك كمان إحنا منضم صوتنا لصوتك يا فيروز الراشد كل عيد أم وأنت بألف خير دكتورتنا الغالي وجميع الأمهات عيد أم مبارك شكرا لإلكم أمل السلمان ربي سألتك باسمهن أن تفرش الدنيا لهن شكرا إلك يا أمل حبيبتي وكل عام أنتوا بخير وليد هودي وأسد برقان باسم حمارنة صباحكم نور وكل عام أنتوا بخير بكاتيا ريموندا قسطنطين وسام وهاب صباحكم نور واللي بيسأل عن موضوع المناهج للتربية الدينية وبتقولوا أنه تأخرنا كثيرا بموضوع المناهج الدينية كان هذا مطلب من وقت بالتمانينات وللآن الحمد لله على كل حال أنه لو تأخرنا بس أنه صار أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل تحقق الحلم أخيرا في أنه يكون منهاج ديني للمدارس الحكومية طبعا إحنا بنحكي على المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم كل مدارسنا في الأردن تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الخاص في التعليم الحكومي والتعليم الخاص التعليم الخاص حاصل على مناهج التعليم للتربية الدينية وبدرسوا في مدارسهم التربية الدينية فمنكمل هذا الموضوع عشان الناس ما تفكر انه كل طلابنا احنا ما بياخدوا دين مسيحي يعني فيه طلاب مدارس خاصة في البكالوريا وشوي فاته هذا كلهم بياخدوا تربية الدينية لكن احنا منحكي التعليم الحكومي فانه ما كانش فيه منهاج فمعنى اتصال من مديرة مدرسة الروم الكاتوليك من الفحيص لمس عبير السلمان صباحك نور مس عبير صباحك صلي صباحك مبارس حديثي الله يسعدك صباحك نور معلمتنا الفاضلة الله يسعدك شكرا شكرا الله يخليك مس ويعني نشوف مجهودكم بالمدرسة وخصوصا قبل ايام كافأتم وكرمتم اوائل طلاب المدرسة وكان احتفال مميز وعما نشوف ملاحظاتك دايما مع الطلاب وخصوصا في ما يخص التربية المسيحية كون مدرستنا تتبع لمطرانية الروم الكاتوليك وفي رسالة ايضا تربية وثم تعليم وشو بتحدثين عن هالموضوع كيف توجيهاتك لهالطلبة توجيهاتي للطلبة زي ما تفضلت ابونا جورج انتم اولا تربية قبل التعليم التربية هي تنسئة من جميع الجوانب الروحية نفسية اجتماعية سياسية اقتصادية لذلك نقول بأن التربية هي مجال واسع جدا لانه يخص بكل مجالات الحياة والتربية رسالة عظيمة جدا لكن طبعا يقوم على ينهاي عن تلقي على كاهبنا عبئ ثقيل بأن التحديات العصرية اصبحت كبيرة وشائسة والعوكمة والتكتولوجيا عن صورة طلابنا الى منحى يكاد يكون بعيد الى حد ما عن الجوانب الروحية العميقة بالحياة فانا اقول دائما اذا ملأنا الفراغ الروحي لدى الطلبة لدى الشباب لدى كل فرق بالمجتمع كل مشاكل يبتمحل اذا كان بالروحي مرئة بطريقة صحيحة لذلك انا دائما تنفيهاتي للطلاب حيث ما وفد الزين العمق الروحي في نوجد الحياة التربوية الصحيحة فهاي طبعا دائما انا التنفيهاتي انا بحكيها ابونا جميل جدا جميل مس عبير كيف بتلاقي روحانية الطلاب حاليا يعني خاصة مع الجيل الجديد انتي ذكرتي مع التعاولة والتكنولوجيا اختلفت المفاهيم سابقا قديما وحديثا هل تري انه مناهج التربية والتعليم قادرة انها توصل الناحية الروحية ايضا والانسانية للطالب وتحققها فيه طبعا انا من نجة نظري المتواضعة ان المناهج يجب ان تكون نظرتها الشمولية اعمق للعقيدة المسلحية نعم والنقطة الاهم كمان يعني لا نعمل فقط على المنهاج ايضا هناك منهاج خفي هو المعلم او الاب الروحي الذي يقوم باعطاء حصص الدين اللي محورها العقيدة المسلحية فاذا رأينا قدوة تعلمنا بطريقة خفية بما يعرف بالمنهاج الخفي الهجن فورسولوم يأتيه حقيقة نحن نقتلي بالاباء يعني انا دائما بقول انه نعمل سلام المسلوب مهم جدا ولكن اذا رأيت تطبيق عملي له من قبل اشخاص مؤثرين روحيين اباء روحيين او معلمين بالتربية المسلحية يكون التأثير عميق جدا انا يعني السؤال اللي طرحه طبونا ان بالنسبة للقلاب حاليا بنشوف انه الجوانب الروحية ما بدي نقول ثلاشة يعني احنا ما بدي نحكي بنظرة شاؤمية لكن بنظرة واقعية انه تأثرت الجوانب الروحية لانه هذا العصر صراحة يعني اصبح عصر المادة عصر المصالح عمستوى دوله عمستوى افراده عمستوى علاقات لذلك احنا بنقول انه هاي برضو عم تفرض علينا انه نوعي اكبر عشان نواكب ما تغير بالمجتمعات ونواكب التحديات العصرية انه نكون منهاجنا دائما شمولي واقعي بفسر الواقع من منظور روحي لذلك احنا بنحتاج الى يعني ناس ضليعين بالكتاب المقدس ناس يعني ايضا الاسل المفتس ضليعين كمان يكون احنا منفتحين على الاخر سواء عمستوى طوائس عمستوى اديان اخرى لانه احنا جائما اتعارنا نازم يكون بعقول منفتحة بقلوب منفتحة يعني احنا لما بنقول اذهب يعني رسالة المسيح المسجلة اسمه اذهبوا وسل انجوا جميع الامم ما حكاس امه معين وعمدوهم باسم الاخر اذا رسالتنا واضحة لازم يكون عامة لازم نفهم الاخر نتقبل الاخر ونحترق الاخر واحنا يعني الحمد لله بالاردن يعني الله انعم علينا بقيادها شهرية حكيمة دائما رؤيتها الوسطية الاعتدال فنشكر الله انه احنا لا نعاني من اي ضيق ديني لا نعاني من اي ضيق ديني يمكن في بعض المناطق في الجول الاخرى نشوف انه ما في حرية لممارسة العقائد المسيحية مثلا الحمدالله نحنا بالقول نشكر الله يعني انه هاي بعتبرها نقطة سعلا انه نحمد ربنا عليها نعم كلام سليم سيد عبير احنا ما رأيك في القرار في توحيد منهاج موحد للمدارس الحكومية اللي اعطاها للتربية الدينية المسيحية ماذا تقولين خاصة هلأ ابونا ابراهيم دبور حكى انه هذا بشرنا انه ان شاء الله السنة الدراسية الجديدة سوف يطبق هذا المنهاج سيد عبير انا بقول انه يعني انا ميالة جدا ان يكون في منهاج ديني مسيحي موحد لانه لا يعقل ان يكون الكاتوليك لهم منهاج والروح الاسترقس اللي هم منهاج واللسين اللي هم منهاج بس احنا واحد سالوحنا الاقدس واحد الصلب والقيام المجلدة واحدة نعم احنا سوابتنا نمسيحيك كلها السيبه ما تغيرتش ولن تتغير لذلك احنا بنقول انه لازم تكون المنهاج واحد يعني هاي ممكن تناشي وتخفف من شوية من بعض الكعصوبات عند بعض الطوائف لذلك احنا ما بدنا نحقن طلابنا انه هاي العقيدة دي صح بين مروم الكثيريك فلط لا لانه كثير مرات حتى الاساس اللي بعته هاي المناهج بكتبه البعث بيرسطه على نقاط خلاسية قشرية بسيطة وبتتعمق بزهن الطالب وبتتنظر الى الطائف الاخرى وكأنه يعني هو هابط عليم المريخ او انه غده او يحتلف عنه يا احنا بنا نعمق يعني كل ما كنا ساهلين دين المسيح الصح انا حتى بعتبر يعني الدين المسيح الحياة هو حياة كلام سليم كلام سليم يعطيك الف عافية مسعبير ابدعتي يعني الحقيقة كلام في الصميم يعني شكرا للك مسعبير يعطيك العافية مناسبة عيد الام نقول كمان كل عام وانت بخير وانت بقال بخير وصحة وسلامة وانا بقول يعني حاب اني اشكر اذا سمحتوا لي وانا على فضائف النورسة اكيد فضلي حقيقة انه اب روحي فاضل وامام الله بحثيها بمصداقية دائما حتى المعلمات بلاحظة يتعامل بروحانيات بمحبة تعامل في قمة التواضع والوجاعة لذلك احنا منتمنى دائما انه كل الاباءنا الروحيين يحضوا هذا الفكل الـ open minded القلب المسوح المحبة لانه فعلا احنا اذا طبقنا الدين المسيحي للسلوسة وكنا محبين للاخرين حقيقة ينتشركين من حيث لا ندري لانه احنا حقيقة سفراء للمسيح المجلئة وكل الشكر لهذه المخطة العظيمة اللي تنخل رسالة المسيح على الفضائيات حبيبتي مس عبير الله يساعدك يا ربي وبشكر كل كلماتك الطيبة وطبعا ابونا جورج شرايحة يعني شكرا شكرا شهادتنا في مجروحة لكن بستاهل كل مديح ربنا يبارك خدمته ورسالته خبرينا عن الانتخابات يا مس عبير اليوم عندكم بالفحص كيف الوضع؟ هل انت مشاركة ايضا؟ اه 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 نعم الاقبال يعني الى حد ما اصبح اصضل من الصبح الباقي يعني الصباح الباسل كان الاقبال ضعيف جدا نعم هل بلش الاقبال يزيد نعم ونشكر الله انه يعني في احترام وتبادل حم ما صارش اي مشاكل الحمد الله كلنا يعني ملاد بلد وحدي وهدفنا واحد خدمة مدينتنا للصغير البحيص واردنا الحبيب الغالي فان شاء الله بنعمة ربنا انه هذا النهار بيتها يا خير ويتوت باشخاص يا رب يكونوا دائما واكترين وهدفهم المصدخة العامة ويغلبوا المصدخة العامة على اي اجندات شخصية واي مصالف تبقية يلا ساعة زمان جاي انتخب انا اهلا وسهلا ابو لجور انا صوتي بالفحيص بني اتشرف ابونا الله يساعدك يا مسعبير يعطيكم العافية وان شاء الله هذا اليوم ينتهي على خير بانهم ينالوا وينجحوا من يستحق لخدمة هذا البلد ولانه البلد الفحيص ايضا بلد تستاهل ولكن اجواء المحبة هي الاهم اللي سائدة حاليا في العملية الانتخابية دائما وابدا يعني نعم ربنا يبارك للجميع يعني وانتوا يعطيكم العافية اللي انتوا وقفين كمان لرجلات البلد شكرا بكر السكري على هذا اللقاء الصيب الله يساعدك وشكرا لا الى كل وقت اعطيك الف عافية شكرا ابونا هذا صباحك نور هذا يمس بعمل يعني بتحسك فخورة بانه في سيدات متكلمات بهذا العمق في التفكير وعندها الروحانية المحبة الانسانية العميقة فاكيد هذا بخلال عملها بتعكسه على ادارتها وعلى معلميها وعلى المدرسة فمنبسط ابونا لا اشوف سيدات قادرات على القيادة قياديات يعني مبارح مثلا كمان ستناديا عماري سهاونة يعني حسيت روح الفريق موجود في المدرسة حسيت بقيادتها كيف بمعلماتها بجهودها الاجواء المريحة اللي بتوفرها لمعلميها ومعلماتها بنعكس على الجو العام فبتلاحظوا حتى كمان النتائج على الطلاب يعني طلاب صف اول ابتدائي يعني يلقوا الكلمات مخارج حروف كاملة يعني لغة واضحة مش معقولة على فكرة يعني صف اول ابتدائي صغير بهالالقاء وهي الشخصية فربنا يباركهم لمعلمات فعلا بيقوموا بعمل جبار وبجهود جبارة خاصة مع الجيل هلا أنا بسمي الجيل الفلتان جيل الكورونا كمان هذا يعني مع شحة الإمكانيات أيضا دكتورة الوضع الاقتصادي الصعب للمدارسنا يعني كثير الوضع مع السنتين الماضيات بكورونا الذمم بالملايين بالملايين العالم المش قادر تدفع نعم فهذا بيأثر على الكادر التعليمي بيأثر على الهدوة ومع ذلك مع كل هذا يعني مستمرين نعم نعم بنعمة ربنا يعني مش بجهود البشر نعم عن جد يسمو على الجهد البشر يعني الوضع ولكن تبقى مدارسنا الرسالة يعني بالنهاية مشان هيك هي مستمرها نشكر ربنا الحمد لله يعني مناطق طبعا اللي قليلة الحظ بسميها مثل مناطق الأسرافية وبالهاشمة وبالمصدار يعني بتشوف الوضع الاقتصادي هناك يعني فيه معاناة لكن بجهود البطراكيت اللاتين بمدارسها يعني وانتوا اكيد بجهود مطرانيتكم بمدارسها الدعم ما عنديش فكرة يعني لكن مبارح وجدت حكت لي ستعبير بالمديرة المدرسة انه غطت مس نادية نعم سوري مس نادية غطت البطراكية والعجز في هذه المدارس خاصة في هذه المناطق مشان تستمر يعني ما عمي بالضبط لانه الاهالي من مين تجيب الولاد شدها تعمل فيهم مش ما قول يعني ما سمعت ولا راح نسمع ان شاء الله انه في مدرسة سكرت سكرت او طلعت ولادها منها لانه مش دافعين يعني ما في من هذا الحكيم فنشكر طبعا كل القائمين مدرأ المدارس اللي عم بيعملوا ليل النهار وبكد عشان يأمنوا هاي المدارس ضلها مفتوحة وايضا العطاءهم وتعليمهم مستمر بهذا التمييز وهذا العطاء ولاحظنا كمان بنتائج التوجيه ان مدارسنا طلع متميزين متميزين بدرجات عالية من الانجاز فيعطيكم العافية منقول لها مريم الربطيس صباحكم نور ومنا صالوها صباحك نور منصور النبر وندا زبانة صباحك نور وسمير زيرو من قول صباحك نور ياسر الجعافرة وأماني شحتيت سهامني صباحك مبارك للجميع يا رب وأيضا أماني كل عام وانتم جميعا بخير في عنا الدين موسى الدين نور نور الدين موسى صباحك نور وموسى خوري وأيضا من مرلين الحدوى من الأراضي المقدسة بيت لحم التعليم المسيحي أيضا يبدأ من البيت البيت هو الأساس وأول خطوة للتعليم المسيح ومن ثم المدرسة والمعاهد والمؤسسات التعليم المسيحي يبدأ من أب صالح وأم صالحة إيمان وحب جيل صالح مع محبتي لكم مرلين الحدوى بطرس حجازين صباحكم نور وضاحي أبو إياد ونهلة شداد وأيضا محمد عبد الرزاق ومختار صوادق صباح حجازين أم يوسف حداد صباحكم نور وأيضا سامي وحاب وأبو كايت شطة وكيتي ريموندا صباحكم نور جميعا لكل الأشخاص اللي بيتابعون على صفحتنا وعلى تلفزيون نورسات وتليلومير أبونا تخبرنا هل بتعتقد أن المدارس المسيحية اللي أورادي بتعطي حاليا المنهاج التربية التعليم المسيحية طبعا كله المدرسة حسب الكنيسة التابعة إلا هو إلا منهاجها الخاص فيها هل سيفا يعتمد أيضا في المدارس المسيحية المنهاج الموحد اللي سوف يطبق في المدارس الحكومية يعني أعتقد بده مدة زمنية معينة يعني أنا فهمت من أبونا أنه مش كل صفوف هلا جاهزة كمان لا أهداش وقماش فأعتقد يعني من الطبيعي أنه يطبقوا هيك أولى بهم أن يطبقوا في بيتهم قبل أن يطبقوا في البيت الكبير التربي مدارس الحكومة فأعتقد أكيد يعني بس بدها يعني على فترات زمنية طويلة يلتحق باقي يمشي الموضوع الأول للتوجيه يعني فأم يعني بدها آلية عمل وبدها ترتيب وبدها اتفاق يعني زي ما حضرتك تفضلتي يعني والمس عبير وحكت يعني الوضع مختلف في الأردن ومميز وانموذج فريد يعني عندنا الوضع في الأردن وخصوصا حتى بين الكنائس يعني وجود مجلس الكنائس يعني سهل العمل مع الحكومة يعني سراحة في الدول العربية خصوصا حوالينا ما توصلوا لهذا النموذج يعني السهل بالتعامل والمروني ليوني يعني في التعامل لما يكونوا بيجتمعوا رؤساء الكنائس بالأردن بكل أطيافهم وبأخذوا قرار موحد وبيجي هلا مين يوصل هذا الصوت بدل ما يسمعوا من 7 أو 8 أصوات الحكومة يسمعوا من شخص واحد فهي أصلا بالتشاور مع بعضهم البعض يعني ما في قرار بيجي بأخذوا الأردن بكس لحالهم يعني هي بالتشاور مع بعضهم البعض وأولى أنه يتم تطبيق هذه المناهج بما دارسنا يعني المنهج نعم وهذا المنهج ممكن كمان يكون رسالة على طريقة الوحدة المسيحية اللي من نادفها كلها يعني جميل يعني الوحدة في غناها وتنوعها الوحدة يعني هي زي ما حكيت قبل قليل المسيح يعني احنا متفقين على العقائد الأساسية يعني هلا الأشياء الهائية يعني يكون حوار احنا بنسميه ما بنسميه جدال فيه فرق بين الجدال وبين الحوار وبين النقد البناوة وبين النقد اللي بتصيد أخطاء الواحد بس عشان أشوف وين الخطأ احنا دائما بهمنا أنه يكون الحوار مدم فيه طاولة حوار اسمها مجلس رؤساء الكنائس بالأردن فنحن بخير يعني وعلى ما يبدو أن الأخبار مبشرة يعني فيه ثمار على ما يبدو الواقع فهذا كمان يعني انجاز بالحقيقة أبونا أنا أنا بجد أنه كمان نقطة جيدة أنه يتوحد المنهاج كون كمان المنهاج بحوي فيه بعض المواضيع مثل مع خبرنا الأبونا رح يكون فيه قسم كبير تاريخ وسياحي تاريخ سياحة المواقع الدينية حلو كمان المسيحي يعرف المواقع الدينية تاريخها في هذه المنطقة مثل المغطس، مونتنيبو، مكاور، تل ماريلياس، بعشلون فجميل أنهم يعرفوا كمان بهذا التاريخ المسيحي في هذه المنطقة نعم طبعا نحن نشكر كل الأشخاص اللي شاركونا في اتصالاتهم في هذا البرنامج نشكرك أبونا جورج على عطائك وخدمتك طبعا نشكر كل الأشخاص العاملين عن النورسات أنا في هذا البرنامج لكل الأمهات مرة تانية منقول صباحكم نور كل عام وأنتم بألف خير يا أمهاتنا العزيزات نحطكم فوق روسنا وأنتم قلبنا وأملنا وحياتنا فكل أم بتشاهدنا منحب نهديها هاي الأغنية اللي نورسات أنتجتها للأم ممكن مش هذا العام العام الماضي لكن هذه الترنيم مهدى لكل الأمهات فمنشكر كل حضركم ومنشكر كل الأشخاص اللي كانوا متابعين على صفحتنا نتمنى لكم نهار مبارك وكل عام وانتم بخير صباحكم لكم موسيقى 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 أمي يا أغلى من الكل يا عطر الورد والفل امي يا زهر تريحان امي يا نبع الحنان امي يا أغلى من الكل يا عطر الورد والفل امي يا زهر تريحان امي يا نبع الحنان كر مالك يا إني رح ضن السماء تأمسك إني جيمي إيدي لوناك كر مالك يا إني رح ضن السماء تأمسك إني جيمي إيدي لوناك إرسم بقلب صدرك الساكل سهرك ليالي تأكبر أولادي إييي يشمع الدفل موسيقى 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 اه يا شماع الدفا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة